أول شيء أرحب بضيفك العزيز الكريم أشرف المكان وأرحب فيك شيخنا وليد وزملائي المتسابقين أمس كان في نقاش بيني وبيننا الشيخ وليد بعد فقرة بساتين عن موضوع الحلقة ووصلنا إلى عنوان بيت النبوة نتكلم فيه إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حالة في بيته ومع أهله وأطفاله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة المسلمين جميعا والأسوة الحسنة اللي من اقتدى بها وجد النور ومن ظل عنها وجد الظلام والضلال لذلك شيخ وليد حنا أود أن نتكلم بالبداية عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فذكرت أنه كان بشرا من البشر كان يفلي ثوبه ويحلي بشاته ويخدم نفسه الله أيضا لما سئلت مرة أخرى قالت أنه كان في خدمة أهله حتى يسمع الأذان فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة الله ولمما سئلت عائشة أيضا لأن عائشة هي لا شك أنها من أمهات المؤمنين ومن أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الرجال إليك قال أبو بكر أو قال من أحب الناس إليك قال عائشة ثم سئل عن من أحب الرجال إليك قال أبوه فسئلت أيضا عائشة فقالت أنه كان يخصف نعله كان في أو عفوا كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوته الله أكبر أنا أود أن تتكلم أنت يا شيخ وليد لا شك أننا نستزيد من علمك ونستفيد من بعض لذلك أنا لآن أحول الكلام لك يا شيخ وليد أود أن نتكلم عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ثم ننتقل إلى وضعه مع أبناء لكن في البداية أود نتكلم عن وضعه في بيته